بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحب أشكر في البداية كل شاب كل شاب مصري وكل رجل مصري شريف رافض لجريمة التحرش الجنسي المنتشرة في المجتمع المصري بصورة مبالغ فيها أحب أعرفكم بنفسي أنا إنسانة بتكلم بلسان كل مصرية تعرضت لتحرش جنسي بغض النظر عن ديانتها سواء كانت مسيحية سواء كانت مسلمة سواء كانت إيه في النهاية أنا بني أدمى أنا إنسانة عارفين إيه هو أبشع إحساس في الدنيا ممكن تحس بيه أبشع إحساس في الدنيا إنك تحس إن إنسانيتك وكرمتك في هدر مستمر وعرضك مستباح في أي وقت في وطنك ومن مين؟ من ابن وطنك اللي حامل لنفس جنسيتك وبيتكلم نفسه لغتك الإحساس ده أبشع من إحساس اعتداء جنود دولة معادي عليك لأن المعتدي الأجنبي من طبيعي إنه يبقى غاصب لحقك لكن اللي مش طبيعي أبداً إن المعتدي والغاصب يكون مصري زيك ده بقى الإحساس اللي بتمر بيه كل نساء وكل بنات مصر كل يوم وهي خارجة من بيتها بتحس إن هي مستباحة في وضح النهار ووضح الليل وأمام مرأة ومسمع الغير وللأسف مش بتلاقي اللي يدفع عن عرضها اللي بيتم انتهكه بل بالعكس منلاقي تبريرات للمجرم علشان ينفذ جريمته ويكررها مع كل ضحية منلاقي تبريرات من ناس سلبية ناس ما عندهاش نخوة النخوة معدبة من عندها ناس بتقول يا عم شوف هي لبسة إيه يا عم إيه اللي نزلها من بيتها يا عم إحنا هنتخانق ونقرف نفسنا عايزة أقول حاجة عايزة أقول حاجة عايزة أرد على الناس اللي بتقول كده أنا هرد على كل الديوثين كل ديوث قال إن الست تستاهل التحرش جريمة التحرش الجنسي جريمة جريمة يا أسهدزة جريمة جريمة في حق الإنسانية جريمة عرض جريمة انتهاك شرف جريمة انتهاك إنسانية نفس إحساس البنت أو الست اللي بيتم التحرش بيها هو نفس إحساس الشخص اللي بيتم هاتك عرضه من أمين شرطة عديم الأخلاق في اسم شرطة هو نفس الإحساس اللي بتمر بيه البنت أو الست تمام؟ عايزة أقول حاجة تانية التحرش في مصر ما بقاش يفرق بين واحدة بشعرها أو واحدة لبسة أشرب أو واحدة منطاقبة عارفين ليه؟ لأن قبل الثورة كانت أفغانستان أعلى دولة على مستوى العالم كانت نمرة واحدة في التحرش الجنسي بالنساء بالرغم أن حكومة طالبون كانت فرضة البرقع اللي هو النقاب سنة 96 على جميع النساء والفتيات في أفغانستان وبالرغم من كده النقاب ما كانش بيمنع التحرش الأخلاق هي اللي كانت بتمنع التحرش يا أسادزة يا أسادزة يا مصريين يا شرقيين بغض النظر عن دنكم إحنا كان مجتمع الناس بتحكي وبتتحاكي بيه على النخوة وعلى الأمان وعلى الاحترام أنا عايزة أتكلم على حاجة تانية مصر بعد الثورة أصبحت أول دولة على مستوى العالم في التحرش بالنساء والفتيات بقنا خلاص فاكرين نفسنا أوصياء على الناس اللي لابسة داي إحنا بنحاكمها خدنا دور ربنا بقنا نحاكمها أنت ربنا نسيت أن أنت بتحاكمها ونسيت أن ربنا أمرك أن أنت كمان تحاكم نفسك وتغض بصرك وتحترم نفسك يعني لو أنا شفت شباب لابس دايق لابس بادي ومسقط بانطلون وضرب جل في شعره وعمل عضلات من حق أن أنا أمسك سدره من حق أن أنا أتحرش به كفاية بريرات وسلوك خاطئ الإنسان اللي بيبرر جريمة بيبقى سلبي الإنسان اللي بيعالج الغلط بجريمة بيبقى سلبي بالنسبة لللي بيقولوا تستاهل إيه اللي نزلها أنا بشوف السؤال ده كتير من ناس كتير سلبية ما عندهاش نخوة وساعات بلاقي ناس تانية من دولة عربية تانية ظروف مجتمعهم غير ظروف مجتمعنا المصري ألاقيهم بيقولوا يستاهلون إيه اللي نزلهم بيقولوا كده بالحرف أنا بقولك حط لسانك جوا بقك لأنك ما تعرفش ظروف غيرك نسبة الإعالة في المجتمع المصري أكتر من 60% للنساء أكتر من 60% من النساء بتعول أسرها أرامل مطلقات ظروف مجتمعية سيئة بتنزل بتسعة للرزق طلبا للرزق عشان تعول أسرتها وبتتعرض لأبشع أنواع المعاملة في الشارع إنعدام النخوة لمجرد أن هي واحدة ست بتنزل تحصل العلم طلبا للعلم اللي بتنزل تحصل للعلم أو بتنزل لأي ظرف من الظروف أنت بقيت تواصي على الناس إيه اللي نزلها أنت تعرف ظروف الناس عشان تقول إيه اللي نزلها أنت خدت مكان ربنا عشان تحكم أنت قلّهت نفسك أنت مجرم أنت مجرم لو أنت بتقول تستاهل لو أنت بتقول تستاهل يبقى أنت ديوس لأن أمك ست وزوجتك ست يبقى أمك تستاهل وأختك تستاهل لأن المتحرش ما بيفرقش بين أي واحدة المتحرش بيبعرف أن هي ست وبيبقى فكرته والمريضة أن هي لازم يتحرش بيها مش في دماغه يمين مش في دماغه لابسة إيه أم دماغه وتفكيره عن المرأة والفتاة أن هو لازم يتحرش بيها لأنه مريض وللأسف بيجد التبريرات من الناس اللي زيكم تبريرات لجريمة من إمتى بنبرر جريمة اللي بيبرر جريمة يبقى مجرم واللي بيقول لازم تنزلي ومعاكي راجل أنا مش معقول كل ما هنزل من بيتي كل ما هنزل من بيتي هاخد راجل معايا واللي انتوا نسيتوا كلمة مهمة وانسيتوا حاجة مهمة اللي بيتحرش ما عندوش دين ما عندوش أخلاق ولا يهموا راجل ولا مش هيهموا راجل يعني أنا لو ماشي مع زوجي ماشي مع خطيبي ماشي مع أخويا وتعرضت للشباب السفلة لسقطين اللي بيتحرشوا بالبنات في تحرش جمال مجموعة سقطة من الشباب وضربوه وتحرشوا بيا اللي عايز يتحرش هيتحرش زي اللي حصل في مسيرة المرأة في مدان التحرير لما تم الاعتداء على البنات والنساء اللي نزلوا بينددوا بالجريمة دي وكان معاهم لجان تأمين ومعاهم شباب لتأمين المسيرة دي تم الاعتداء على الشباب اللي هم رجالة وضربوهم وتم التحرش بالبنات وتحرش في منتهى القذارة هل هذا تبرير هل هذا تبرير لهذه السلبية وهذه الجريمة اللي بيبرر الجريمة ويقول تستاهل يبقى شخص ديوث وقواد محدش يزعل مني هي دي الحقيقة في الوقت اللي المجتمع بتاعنا وفي الوقت مفهومنا عن المجتمع الغربي انه مجتمع كافر ومجتمع حقير وعدونا اعايز اقول لكم حاجة المجتمع الكافر والمجتمع الحقير اعطى الحق للعاهرة انها تختار من يلمسها اعطى الحق للعاهرة ان تختار من يلمسها واحنا لسه في مجتمعنا بنقول ايه اللي نزلها وكانت لابسة ايه حسبي الله ونعمى الوكيل على ده مجتمع ما تنتظروش انه مصر تبقى دولة متقدمة او دولة تفكيرها راقي او دولة بتبحث عن الديمقراطية وهو ده مفهومنا عن المرأة مفهومنا هو تبرير الجريمة وتبرير السلبية افتكر ان كل انسان كل انسان بيبرر الجريمة دي وبقى مجرم وده اتفقنا عليه افتكر كمان انك مش واصي على الناس او هي لابسة ايه مالكش دعوة بيها ربنا يهديها وتبقى احسن من مليون واحد زيك لو ربنا هداها وتابع لها لكن ربنا امرك تحترم نفسك وتغض بصرك ولا تتتبع ورات الناس وتذكر جيدا انه من تتبع ورات الناس تتبع الله وراته وفضحاه وان كان في عكر داره يعني اللي بيتخرش بواحدة وبيقول انا بتخرش بيها عشان تلبس عيدل ده على اساس انك وطني وعلى اساس انك بتأدي واجب وطني وعلى اساس ان هي هتروح البيت معيطة وحسها بالزنب وهتدور عليك عشان تقولك او بليز انا هشتري لبس جديد فممكن تتيجي عشان تنقل اللفس اللي يجب سيادتك وانت مالك بيها وانت مالك بيها يا ديوس يا مريض يا متتبع ورات الناس انت بقيت واصع الناس انت واحد مجرم فيه نوع تاني متديوسين بيقول معلش الشباب مش عارف يتجوز الكبت الشباب مجبوط مش لاقي يتجوز يعيني طب ما انا هقولك هرد عليك رد تاني هقولك طب ما ده مش لاقي يتجوز وانت شايف ان الحل هو التحرش يبقى عادي جدا سبهم يتحرشوا بامك واختك بالعكس انت كده هتكون عملت لهم صنيع ان انت حالت لهم المشكلة وكل ما تلاقي حد يتحرش بيهم معلش بتسم لمامتك واختك وزوجتك وقول لها سامحوني معلش اصل الشباب او اتحك لها لا احنا بنحل مشكلة الشباب يعني اصل ده كبت بلاش مبررات فرغة بلاش مبررات تفهة الشباب مش عارف يتجوز برضو فيه بنات مش عارفة تتجوز مش مسألة جواز مش مسألة جواز هي مسألة اخلاق تقدروا تقولولي فيه ليه متحرشين متزوجين وبيتحرشوا بالبنات والنساء في المواصلات وفي كل مكان في الشوارع فيه ناس متزوجين معدهاش احترام يعني هل زواج هو السبب الزواج مش السبب انا بشوف اطفال بيتحرشوا ببنات بيحتكوا ببنات وبيحتكوا بنساء واحدة قدمامته جاب المفهوم ده منين جابوا من الثقافة ثقافة تحقير المرأة اللي هي موجودة في المجتمع مفهوم المرأة في المجتمع المصري هو مفهوم جنسي ان المرأة دي كائن للجنس ان المرأة دي كائن حقير اقل من اي حاجة مستباحة ليه لما واحد يبقى متدايق من حد من واحد ويدغز منه ويشتمه بيشتمه بامه بيشتمه بامه شتيمة جنسية عن مكان في جسمه مامته شتيمة جنسية عن اخته شتيمة شرف عن مامته شتيمة شرف عن اخته عن زوجته هو ده عشان تحرق واحد بتشتمه بأمه طب وهي زنبها إيه هي ثقافة عن مرأة ثقافة مجتمع عن مرأة ما تزعلوش مني لو قلتلكم إن التحرشات والسعار الجنسي منتشر عشان المجرمين دول لقيين مجتمع بيبرر لهم الجريمة دي ومعلش في الكلمة لو كانت في رجال عندها نخوة ماشيين في الشوارع وبيحموا البنات لو شافوا الجريمة زي دي ما كانش حد تجرق لو كان مجتمع بيحمي البنات ما كانش حد تجرق إحنا شعب عريكو متدين بنتحرك ونغضب لو واحدة غيرت دينها بس ما نعملش نفسنا بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا لو واحدة حد تحرش بيها ومسك صدرها أو مسك جزء حساس من جسمها وصرخت عشان تستغيث باللي حواليها إحنا شعب عريكو متدين بيكره يشوف واحدة مش محجبة أو لبسة بانطلون جنس بس عادي جدا لو شاف واحدة عيلة بحالها نايمة في الشوارع وهدومها مقطعة ونايمة في عز البرد إحنا شعب عريكو متدين رفضنا عرض نجلاء المحامية نجلاء الإمام المحامية لما قالت الشباب المصري علي تحرش بالإسرائيليات لأنهم مقتصبين لأرض فلسطين المحتلة قلنا لأ دي قلة أدب وإحنا شعب ما ينفعش يعمل كده دي مش أخلاقنا إحنا ما نعملش كده لكن المصرية لو هي مصرية تستاهل إيه اللي نزلها رسالتي لكل واحدة بقى لو واحد اتحرش بيك ما تسكوتيش على حقك وفي ضحية اضربيب الجزمة خدي حق عرضك خدي حق شرفك اللي استباحه ما تستنيش إن حد يدفع عنك عشان صعب قوي إن انت تلاقي ناس عندها نخوة في الزمن ده باستثناء ناس قليلة وهم على رأسي من فوق رسالتي للمتحرش انت واحد من أحقر الكائنات اللي خلقها ربنا ومش عايزة شبهك بالحيوان لإني عمري بسمعت إن في حيوان تحرش بحيوانة لإن دي إهانة للحيوانات لو أنا شبهتك بالحيوان دي إهانة للحيوان ولو شفتك قدامي هنس الجزمتي فوقنا فوقك بإذن الله وأخليك عبرة لأن أنا إنسانة عندي غيرة على عرضي وعندي غيرة على عرض أي واحدة أنت هتفكر تتحرش بيها بعد ما تحرشت بيها رسالتي للمجتمع اتقوا ربنا في نساءكم اتقوا ربنا في بناتكم افتكروا اللي بيحمي أعراض الناس ربنا بيحمي عرضه وكفاية تبرير للمجرم وكفاية تبرير للمتحرش إن بناتنا ما تنزلش من بيتها إن ستتنا ما تنزلش من بيتها ده مش حل الحل هو إن إحنا نحمي بناتنا إن إحنا ندفع عن أعراض بناتنا كفاية استباحة كفاية استباحة لبناتنا العالم مش عمره ما هيحترم مصر العالم عمره ما هيحترم مصر طول ما إحنا تفكرنا كده السياح اللي بيجوا مصر بيقولوا مش عايزين نرجع تاني لأن ده تفكرنا النخوة عدمت والأخلاق عدمت أرجوكوا اتقوا ربنا اتقوا ربنا أرجوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر